السلام عليكم اخباركم يا رب ديما بخير وبصحة وسعادة. هنعمل بجأة النهاردة سوز شوكولاتة سهل كده ولامع. الدورة تتحكمه فيه سواء عايزينه خفيف او تجيل. يعني عايزينه لتغليف كيك او طرط او جتهاد. من غير بجأة لبن بطرة ومن غير اضافات كتيرة ومن غير كمان قشطة. هنعملوا بمجادير سهلة وبسيطة. مجادير كلها موجودة في البيت. وبالكاكاو العادي كمان وبالسكر العادي كمان. صلوا كده على الرسول. واسكول الله. وده سلقائك للفيديو واشتركوا في قناة لو لسه اول مرة تنوروني في القناة. مجادير سهلة وزي ما جدت لكم كلها بنفس الكوباية يعني نعير كل المجادير بنفس الكوباية الواحدة. معايا كده من اللبن. كوباية من السكر. سكر حبايبات عادي. ومعايا كمان كوباية من الزيت. ويفضل يكون النوع زيت كويس. عشان خاطر يدينا طعم سو الشوكولاتة يكون طعم كويس. وممكن تستبدلوها كمان بالزبدة. ومعايا كوباية الا ربع من الكاكاو الخام. ويفضل برضو يكون نوع الكاكاو الخام. طعمه كويس. وابدل نوع هو موجود في السكر دلوقت هو الكاكاو الأسباني. بيدي لون حلو وبيدي طعم حلو كمان. وكمان معايا زرف كده من الفانيليا او نص معلاجة صغيرة كده من الفانيليا. طبع لو انتم حبيين طعم الفانيليا فيه ضفوه. ممكن تضفوا اي نكهات تانية. ممكن تضفوا ريحة موز. آآ ريحة برتجان. اي نوع اي نكهة كده بتحبوها في طعم سو الشوكولاتة تضفوه. لكن طبعا هو الاغلب ينضف آآ فانيليا عشان خاطر تطعم الكاكاو بس بيكون واضح اكتر. نزلت الاول بكوباية الحليب وبعدين الكاكاو والسكر كلهم في الخلاط. وبعدين اخر حاجة نزلت بالزيت عشان خاطر انا عندي السكر خبيبات. فعايزي يدوب الاول. فنزلت بالزيت الاخر. لان لو ضفت الزيت في الاول السوس معايا هيتجر. وهلاجي السكر خبيبات ما دابش فيه. هلاجي السكر يعني ظهر كده في السوس معايا. فننزل اول باللبن والسكر والكاكاو ونجلب كويس في الخلاط. في اسهل من كده متى عجلة ما فيش. شايفين سمك آآ السوس عامل ازاي نبدو باجر نتحكم في التوجل والخفية برحتنا بالزيت طبعا لو احنا عايزين انه تجيل اكتر من كده. ممكن نضيب زيت اكتر من كده. لكن طبعا سيبوه خفيف شوية نوعا ما زي ما شفتوا معي. علشان خاطر لسه كمان لما يدخل التلاجة ويبرد شوية بيتجل اكتر من كده. فعملوا حسابكم لو انتم عايزين انه تجيل خلوه خفيف شوية كده في الاول. هنا بجأة كنت عاملها آآ السوس ده كنت عاملها لكيك شوكولاتة. فشايفين الكيك ما شاء الله معايا كويس. عاملها قبل كده معكم على القناة. فاخترتي بس السوس الشوكولاتة نزلته لكم عشان خاطر آآ في ناس طلبته من كتير. ادي السوس كمان ما دخلتش التلاجة ونحطيته بس عندي على كده على الرخامة ومشاء الله سمكو آآ بجأة تجيل. نقدر بجأة نغلب بيه كيك. نقدر نغلب كمان بيه نستخدمه كمان للحلوات البردة او نغلب بيه جتهات زي ما حنا حابين. السوس ده اقتصادي. آآ سهل كده وبسيط. ممكن طبعا تستخدمه زبدة مطرح الزيت. ممكن تستخدمه سكر بودرة ومكان السكر الحبيبات. وممكن تستخدمه كمان شوكولاتة آآ خام تدوبوها كده مطرح الشوكولاتة البودرة او الكاكاو الخام. وممكن تستخدمه كمان آآ كوباية كده من الجشطة اللي هي بتكون آآ حجمها متوسط مش كبيرة. تضفوها يعني اي نكهات بتحبوها. بس انا حابيته يكون اقتصادي وسهل كده وبسيط وسريح. ماخدش من هنا وقت في تحضيره. كمان مش محتاج آآ اضافات كتيرة. ممكن تعملوه زي ما عملته كده يكون اقتصادي. وممكن تخلوه غني شوية كده بالاضافات اللي اجلتو لكم عليهم. شوفكم بقى في فيديو تاني واسبكم فرعات الله. واتمنى لكم الخير دايما مع السلام.